أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم التراس على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية بكافة أنواعها جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وإحدى شركات صناعة وسائل النقل وأوضح التراس أنه تم الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للأتوبيسات الكهربائية بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وذلك وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة